تذكروا ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لجابر الجعفي حيث قال له لا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى أول العلامات وأول العلامات اختلاف بني العباس إنه اختلاف الحكام في بغداد والكوفة الحديث عن العباسيين في آخر الزمان العباسيون في الجيل الثاني العباسيون الجدد تذكروا هذه الحقيقة ومازجوا فيما بينها وبين أهم قوانين الغيبة والظهور إنها الآية الثامنة والخمسون بعد البسملة من سورة الأنعام والتي جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك بحسب تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم فإن الآية في مرحلة الظهور وفي الرجعة أيضا نحن نتحدث الآن في مرحلة الظهور يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إذا كنا نبحث عن التوفيق لنصرة إمام زماننا لا بد أن نكون ممهدين وعاملين زمان الغيبة وإلا فلا سيبقى الذي لم يكن عاملا وممهدا زمان الغيبة سيبقى في أحسن أحواله سيبقى من المتفرجين من الذين يتابعون الأخبار عبر وسائل الإعلام إن لم ينزلق حظه العاثر ويذهب مناصرا للبتريين في الحوزة الطوسية لأن الحوزة الطوسية كما يبدو لن تغير من واقعها بإمكانها أن تفعل ذلك لكن الذين على رأسها أخذوا عهدا مع أنفسهم ومع الشيطان أن يستمروا في ضلالهم وبتريتهم وطوسيتهم القذرة الواقع الذي نعيشه يشهد بذلك ولا يبدو أن الأمور ستتغير عندنا مثل في التعابير الشعبية العراقية يقولون هالشكل طبعا بالبدن ما يغير إلا الشفن ومن شب على شيء شاب عليه هؤلاء شبوا على الفكر المرجئ والفكر البتري سيموتون عليه وحوزة النجف شبت منذ أول لحظة من لحظات وجودها على القذارة الطوسية البترية ونشأت عليها وامتد عمرها وتأريخها إلى هذه اللحظة ويبدو أن ذلك سيمتد في نفس الاتجاه القذر هذا إلى زمان الظهور الشريف ولذا فإن الراية المهتدية تأتي من إيران وراية الأهدى تأتي من اليمن أما النجف سينتج القذارة المرجئية والبترية هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث فإن النجف لا ينتج أناسا صالحين بحسب الروايات فإن صاحب السفياني سيعسكر في النجف وبعد ذلك يبدأ البحث عن شيعة علي لأن النجف طاردة لشيعة علي فالنجف تجمع إليها جند السفياني ويستقر فيها المراجع الطوسيون الذين سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وقلهم الشيعة العراق قرة عيونكم ستحاربون إمام زمانكم مع هؤلاء البتريين من أصحاب العمائم في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم سيكون قطعا قليل منهم يناصرون الإمامة ولذا فإنهم سيخلعون عمائمهم لأن العمائم هذه علامة تشير إلى أعداء إمام زماننا السفياني سيبحث عن أولئك الذين خلعوا عمائمهم وفروا من النجف أتحدث عن صاحب السفياني وسيعلن الجوائز المالية لكل من جاء بشيعي من شيعة علي من الذين ينتظرون إمام زمانهم أما شيعة المراجع فإنهم سيكونون في النجف وفي كربلاء لن يغادروا النجف وكربلاء فهم في ظل ورعاية المراجع الطوسيين البتريين الذين تحالفوا مع السفياني لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام كلام رواياتهم وأحاديثهم الشريفة وقد تحدثت عن هذه المطالب بشكل مفصل في برامج السابقة بإمكانكم أن تعودوا إلى كل تلك التفاصيل لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة في هذا الوقت المقتضب الذين يعملون في خدمة إمام زمانهم زمان الغيبة هم الذين سيوفقون لنصرته هذا هو قانون الغيبة والظهور يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كانت على معرفة واضحة كانت قد طهرت نفسها من العقائد البترية القذرة وتلبست بالعقائد اليمانية الواضحة من فكر محمد وآل محمد يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون في سورة سبع في السياق نفسه في الآية الحادية والخمسين والتي بعدها بعد البسملة إنها أجواء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت في أحاديثهم في أحاديثهم الشريفة هذه الآية في الصيحة في الصيحة التي تكون في شهر رمضان ولو ترى إذ فزع الروايات الروايات هكذا أخبرتنا من أن الصيحة ستكون صبيحة الجمعة إنها صبيحة ليلة القدر عند فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان في يوم الجمعة ستكون الصيحة المهدوية عند الفجر توقظ النائم تفزع الجميع النائم يستيقظ من نومه الجالس على الأرض ينتفظ قائما القائم على قدميه يدور يمينا وشمالا الجالس في بيته يخرج من داره المرأة التي في خدرها تخرج من خدرها الفزع في كل مكان إنها صيحة الحق عند الفجر ستكون واضحة جلية بالدرجة الأولى في منطقة الظهور ولو ترى إذ فزع فلا فوت فلا فوت ليس هناك من أحد لم تقم عليه الحجة إنها حجة واضحة وإن كان الناس سيغفلون عنها وحينما تأتي الصيحة الإبليسية عند المساء سيذهبون مع الصيحة الإبليسية فمن هم الناجون يا آل محمد أخبرون الذين كانوا يروون رواياتها ويحدثون بأحاديثها فهم يعرفون تفاصيل ما سيقع عند الفجر وما سيقع عند المساء وكانوا على يقين بتلك الأحاديث هكذا أخبرون هذا هو التمهيد وهذا هو التحضير وهذا هو الإيمان وهذه هي المعرفة وهذا هو الإعلام والتعليم دائما أحدثكم عن الإعلام والتعليم في التمهيد لظهور إمام زماننا هذه هي أحاديثهم وهذه ثقافتهم وهذا هو الذي يريدونه مننا ولو لو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب بحسب الأحاديث وأخذوا من مكان قريب مصداق من مصاديقها خسف البيداء أخذوا من عند أرجلهم من مكان قريب لا يعني أن الآية تنحصر بهذا المصداق فقط هذا مصداق من مصاديقها ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب أنا لست بصدد تفسير الآية إنما أردت أن أقول لكم من أن الآية هذه في أجواء إمام زماننا لأنني إذا أردت لأنني إذا أردت أن أخوض في تفسيرها سأحتاج إلى وقت طويل جدا الوقت المتبقي لا يكفي لذلك الآية بالمجمل في أجواء إمام زماننا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت إنها الصيحة في شهر رمضان وأخذوا من مكان قريب إنه الخسف في بيداء المدينة أخذوا من عند أرجلهم وقالوا آمنا به قالوا آمنا به بعد أن ظهر الإمام الخسف يقع في البيداء متى والإمام في مكة ويأتي البشير يبشر الإمام بالخسف الذي جرى على جيش السفياني الإمام في المسجد الحرام الظهور قد بدأ العلامات قد وقعت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت هذه العلامة وقعت في شهر رمضان نحن الآن في شهر محرم في اليوم العاشر منه الإمام في المسجد الحرام وأخذوا من مكان قريب وقع الخسف وقالوا آمنا به الناس قطعا الكلام يوجه بالدرجة الأولى للذين يقولون نحن شيعة وقالوا آمنا به بعد العلامات وأن لهم التناوش من مكان بعيد هذه الآية دقيقة جدا وأن لهم التناوش المراد من التناوش هو التناول وأن لهم التناول من مكان بعيد بحسب أحاديثهم الكتاب الذي بين يدي تفسير القمي وهو جامع للأحاديث التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الصفحة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة خمسمائة وستة وخمسة وقالوا آمنا به يعني بالقائم من آل محمد إلى أن يحدثنا أبو حمزة الثمالي يقول سألت أبا جعفر سأل الإمام الباقر عن قوله عن قوله تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد قال إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال إنهم إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال طلبوا الهدى من البتريين في زمان الغيبة في الوقت الذي آل محمد هيئوا الأسباب لهم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي البتري الأعلى وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب آل محمد هيئوا الأسباب لشيعتهم لكن الشيعة هم الذين يذهبون يمينا وشمالا عن صراط آل محمد المستقيم وأن لهم التناوش من مكان بعيد إنهم طلبوا الهدى الهدى إلى إمام زمانهم من حيث لا ينال يريدون أن يعرفوا إمام زمانهم من خلال هؤلاء الكذابين الذين يقولون نحن نواب صاحب الزمان وهم لا يعرفون شيئا عن إمام زمانهم فشيعة ذهبت تطلب الهدى من هنا القرآن ماذا يقول لهم وأن لهم التناوش من مكان بعيد هؤلاء بعيدون عن إمام زمانهم إن الصواب في خلافهم الباقر يقول إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال نحن هيئنا لهم الأسباب وصية رسول الله واضحة تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا ثم اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط وأن نأخذ الفهم منهم فقط ثم جاءوا إلى رواة أحاديثهم المخلصين ففهموهم إن لا نعد الفقه منهم فقيها من رواة الحديث حتى يكون محدثا فقيل أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث يفهمونه صاحب الزمان وضع الأسباب إنه يسقي أولياءه كؤوس الحكمة صباحا ومساء مثل ما قرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين هذه المضامين مرت علينا وبشكل واضح لكن نشيعة ترى الحقائق بأم أعينها وترى الحجج واضحة بين يتركونها ويذهبون يبحثون في بالوعات المراحيط هؤلاء ما هم نواب لصاحب الزمان هؤلاء بالوعات مراحيط إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال لا ينال الهدى من بالوعات المراحيط وإنما ينال الهدى من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال لكنهم أعرضوا عن ذلك وتركوا ذلك نذهب إلى فاصل إذا ما رجعنا إلى سياق هذه الآيات وإن كان الوقت ضيقا لكنني بنحو سريع سأمر عليها سأعود بكم إلى الآية السادسة والأربعين بعد البسملة من سورة سبا قل إنما أعظكم بواحدة ما هي هذه الواحدة إنها ولاية أمير المؤمنين هذه الواحدة التي تنجينا قل إنما أعظكم بواحدة كيف نتعامل معها أن تقوموا لله مثنى وفرادا إن استطعتم أن تقوموا جماعة مثنى وفرادا إن لم تستطيعوا أن تقوموا جماعة فبنحة نحو فردي لهذا السبب قلت لكم عليكم أن تبادروا إلى صناعة تيار مجتمعي فكري عقائدي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله ما هو أجر رسول الله كان يقول أنا أجيركم ولعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم إنه يشير إلى ما جاء في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قل إنما أعظكم بواحدة نبينا يعظنا بولاية علي أن تقوم لله مثنا وفراد ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد حينما طالبتكم أن تكونوا ما علي وآل علي أن تحبوا علي وآل علي فهذا لكم حبنا لعلي وآل علي لنا وليس لرسول الله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به آمنا بالقائم وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد يتوقعون أن الغيب والحق في الجهة التي هي أبعد ما تكون عن الحق وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إذا أردت أن أتتبع كلمات هذه الآيات ومضامينها وما جاء في الروايات والأحاديث بخصوصها فهذا يحتاج إلى وقت طويل ووقت الحلقة قد قارب على الانتهاء لكنني أقولها لكم من الآخر أخاطب أبنائي وبناتي من أشياعي الحجة بن الحسن وأخاطب أخوتي وأخواتي أيضا من أشياعي الحجة بن الحسن أقولها لكم من الآخر فأنا قد جعلت حديثي في هذا التقرير المهدوي الذي يأتيكم من قناة القمر جعلته خاصا بكل شيعي منتظر لإمامه وبكل شيعية منتظرة لإمامها أقولها لكم بشكل صريح طهروا عقولكم من كل ما تعلمتموه من حوزة النجف ومن مراجع النجف ما يدرس في النجف ويدرس في النجف ليس نافعا لا للدين ولا للدنيا صدقوني الذين يدرسونه ويتعلمونه ينتفعون منه فقط بالضحك على ذقونكم وبتضليلكم وهم أنفسهم يعرفون من أن الذي يدرسونه ليس نافعا لا لدنياهم ولا لدينهم وأنتم تشوفوا من سنة 2003 إلى الآن شفتولكم شغلة لزمها معمم وما طاح حظها لأن كل ما عنده من خبرة ومن معلومات أخذها من الحوزة لا تنفع لا في دين الناس ولا في دنيا الناس وهذه هي الحقيقة من الآخر طلقوهم وانجوا بأنفسكم وتوجهوا إلى إمام زمانكم واطلبوا منه التوفيق التقرير التقرير المهدوي انتهى جزءه الرابع وبهذا ينتهي تقريرنا حلقة يوم غد مهمة مهمة جدا لأنها ستكون مثالا وتطبيقا لهذا الذي ذكرته لكم من أن حوزة النجح في وما يدرس فيها وما تدرسه وما تعلمه لا ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم انتم ما تشوفون هم فاخرة لا دنيا ولا آخرة هذا واقع معممي النجح فاخرة لا دنيا ولا آخرة فحذاري منهم وحذاري من هؤلاء البتريين نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر